السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا اصدقائي اتمنى يارب تكونوا بخير اهلا بكم احمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامجنا الباوربوينت واهلا بكم بلقاء جديد بتصميم سلايد او بيزنس كارد اي شريحة افتتاحية اي شيء بتحب اه تستخدم فيه هذه تقنات ممكن تستخدمها عبر هذا البرنامج. اصدقائي قبل ما نبدأ لو تكرمتم مباشرة انضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات لتساهم معي بافكار ممكن اني اقدمها وتساهم معي في تحسين جد المحتوى المقدمة على القناة لحضراتكم. وايضا اذا كون ضيف جديد على قناة نتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما دعم هذا الفيديو على قناة حكاية شغف. رابط الفيديو رح يكون موجود معنا في وصف الفيديو ان شاء الله. تكرما الضغط على الرابط والتوجه الى حكاية شغف. وضغط مفتاح اللايك على الفيديو. تشجيعا منكم لالي حتى اقدم المزيد. واذا كان في اي افكار بتحبوا اني انا اقدمها ايضا على حكاية شغف اكون جدا شاكر وامتن لحضرات. ويلا وبعض حتى نتوجبوا باشرة الى برنامج الباوربوينت. لحتى نتعلم اليوم مهارات جديدة في صناعات المحتوى. اهلا بكم احبائي مرة تانية في برنامجنا باوربوينت. قبل شوي سواء كان التصميم الان هو عبارة عن شريحة افتتاحية او كان كرت شخصي لحضرتك او كان غلاف او ما شبه ذلك. ممكن تستخدم نفس الافكار يلي راح اشتغل عليها اليوم. اول شيء خلني انقر باليمين ومتوجه الى تنسيق الخلفية لحتى نضبط لون الخلفية بلون واللي يكون اسود او قريب على اللون الاسود. راح نتوجه الان الى ادراج ومن اشكال راح ناخد شكل المستطيل. وبنكر مع السحب لحتى ارسم معي مستطيل بهيدة المساحة. اختار له بدون اطار شكل. راح نصغر المساحة شوي. وبتوجه الى ادراج ومن اشكال ايضا نختار مستطيل تاني. برسم مستطيل بهذا الشكل ومنعمل التفاف لهذا المستطيل. تمام? لا يكون معي بهذا الشكل. وبنكر مع السحب لحتى انا ازيد المساحة. ازا بتحب انك تعمل شفاف لحتى يبان معك موضوع الميول ما عندك مشكلفية. تمام? وليكن معي مسلا بهذا الشكل. راح اختار المستطيل الاول اضغط عليه احدده يعني اضغط وفتاح الكنترول وبحدد المستطيل التاني. ومن قائمة تنسيق ومن دمج الاشكال وبنختار طرح. لحتى نحصل الان على هذا المظهر. ومن خيارات التعبية راح نختار لالو نفس لون الخلفية. طبعا الواضح لالنا حاليا انه ما في عندي الان ولا اي اشكال. هو عبارة عن شكل واحد ما هيك. راح نتوجه الان الى ادراج. ومن اشكال راح ناخد المستطيل ذو الزوايا المستديرة وبنكر مع السحب لحتى ارسم معي المستطيل بهيدي المساحة. راح نقلل شوي من احناءات الزوايا. وليكن معي مسامة هذا الشكل. وبختار لالو بدون اطار الرسم والتعبية بحتاج يكون عندية تعباة بصورة. او بشكل نسيجي. راح ننقر على ادراج لحتى نحدد الصورة. راح اختار على سبيل المسال عندي بهدول الصور اللي فيهم تشققات الجدران. يعني على سبيل المسال اختار هي الصورة. وانقر على مفتاح الادراج. راح ننقر على اختصاص من قائمة التنسيق. اختصاص لحتى نحن نحرك الصورة. الى الجهة اللي بتناسبنا. وفينا نكبرها ونزغرة. حسب المساحة اللي نحن بنرغب بوضعها بالخلفية او بضمن الشكل. وبنقر اتصاص مرة تانية. ومن شافية بنعملها يعني بعض الشيء شفافة معي مسلا بهيدي النسبة. راح اختار من الشكل نفسه كنترول زائد دي. يعني تكرار مرة تانية. وبختار لالو التعبية راح اختار لونين. وليكن عندي على سبيل المسال خلني اختار الوان اضافية. خليكن عندي مسلا هذا اللون. انقر على موافق. وعندي التاني بختار ايضا هايدي الوان اضافية. خلن اختار هذا اللون. اللون الاول بعمله شفاف بنسبة خمسين بالمية. والتاني ايضا شفاف بنسبة خمسين بالمية. راح احدد الشكلين مع بعضهم البعض. وبختار من قائم التنسيق محاذا الى الوسط ومحاذا الى المنتصف. لحتى يدين ضبط فوق بعضه البعض. وبختار كنترول زائد جي. لحتى يصيروا معي جروب واحد متل ما نشايفين بالضبط. الان بعطي نقل الى الخلفية لحتى يصيروا عندي خلف الشكل اللي نحن رسمناه التاني. للي ما كان ظاهر معنا. الان هذا الشكل راح حدد عليه. ومتوجه الى تنسيقات الشكل وبختار له ظل الى اليمين. بنعمل ظل. منقلها الشافية شوي. ومزيد ضبابية كمان بعض الشيء. والمسافة ازا حبينا نزيدها حتى اضافية. لحتى يعني يضح معنا الظل الان. بهيدي المنطقة. راح نتوجه الان الى ادراج. ومن اشكال راح نختار شكل البيضاوي. اضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى انا ارسم دائرة معي بهذا الشكل. بختار الى بدون اطار. والتعبئة باللون الابيض. وبنتوجه الى تأثيرات الاشكال. ومن الحواف النعمة. بنعمل الحواف نعمة للشكل. لا يكون معي مسلا. بهذا المبدأ. بهذا الشكل. ايضا التعبئة نختار شافية. لا يكون معي فقط اضاءة معي بهذا الشكل. راح نقر مع السحب ازيد المساحة شوي. موضوع شافية. يكون معانا مسلا بهذا الشكل. حكينا بلقاءات سابقة انه لا يمكن قص جزء من هذا الشكل لاني راح يروح معي التموجات او التدرجات اللونية الشايفين بالحواف راح تروح معي وافقدها. فلا هيك لازم تحويل اه هذا الشكل الى صورة. فبنقر باليمين. ومختار بالنسخ. وبرجع بمقر باليمين وبختار لصق كصورة. لصق كصورة. هذا الشكل الاساسي راح نسحبه على طرف الان ما لأي شغل فيه. هذا الشكل التاني منه اللي اخدناه كصورة. راح نتوجه الى ادراج ومن اشكال بنختار المستطيل. وبنقر مع السحب لحتى ارسم مستطيل. ويكون معي الميول بنفس الميول. يلي اخدناه هون بنفس الطريقة بالضبط. او بنفس الميول بالضبط. متى ما شفي يا اصدقائي. بنفس الميول تماما. الان راح حركه الى تقريبا منتصف الدائرة. او الاضاء اللي نحن رسمناها. بنقر على الاضاء. اضغط مفتاح الكنترول وبنقر على المستطيل. ومن تنسيق ومن دمج الاشكال بنختار طرح لحتى يبقى معي فقط هذا جزء بالاضاءة. وبتلاحة نحن حافزنا على التدرجات او الحواف النائمة. الان بنقر مع السحب على الحواف لحتى نحن نشكل اضاءة معنا بهذا المكان بالضبط. الرسمة الاولانية ما ضلل اي احتياج فيها اطلاقا. الان بيكون محضر اللوغو اللي انت راح تستخدوه مسلا او معبر عن اه فكرتك باللقاء بالدرس بالسلايد او بالشريحة. بيكون محضر اي رسمة اه بي ان جي. تمام? راح نختارها طبعا واختار كنترول زائد في. تمام? والصق الرسمي عندي اياه هون. راح اترك بصندوق الوصف طبعا رابط لموقع اه تحميل ملفات البي ان جي. فيك تختار العشرات من هذه الملفات. وعندي النصوص طبعا تنسيقات النصوص منها صعبة. فلهيك انا بدي ما اشرح عنها كتير. لحتى ما ياخد معي الوقت من الفيديو ومن حضراتكم. لانه العمل على النصوص حكينا عنها كتير باللقاءات السابقة. نفس المبدأ عندي اياه هوني. عندي هذا النص. طبعا ملون كلمة لحال. ونص التاني. وعندي اللوغو. وعندي تعداد نقاطي باختار كنترول زائد سي. وكنترول زائد في. تمام يا اصدقائي? الان راح اغير هذا اللون. الى اللون المستخدم عندي اياه. آآ التصميم بالعموم. ونفس الشيء. للكلمة التانية او نختار كمان نفس اللون. وعندي التصميم او عندي اللوغو. شوفي ازا كان في عندي الوان قريبة. ممكن نحن نشتغل عليه. هو ليكون عندي مسلا هذا اللون. ومن تحسين درجات لونية فيك تحسن درجات لونية بين اغمق واكشف. او ما شبه زانك. تمام يا اصدقائي? ولما راح نشغل الان شريحتنا راح تشوفوا ان انت بادوات جدا بسيطة طلعنا مخرج غاية بالروعة وجميل جدا جدا. سواء كان كارت شخصي او كان شريحة افتتاحية. غاية بالبساطة. وغاية بالروعة. بامكانيات جدا بسيطة. ودقائق معدودة. طلعنا مخرج جميل جدا جدا. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا لقاء قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع. ولكن فيكم فتكرم انا احتاج منكم المزيد من الدعم حتى اقدم المزيد من الافكار. يعني العمل هو عبارة عن عمل مشترك بيني وبينكم وانتم الاصل في تحريك العجلة الدوران على هذه القناة. يلي هي قناتكم. والعالم عالمكم. القاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.